نحو 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء نزحوا خلال ثلاثة أيام من ريفي إدلب وحلب من جراء قصف النظام السوري المدعوم من روسيا والميليشيات التي تحركها إيران ليبلغ عدد النازحين من تلك المناطق أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية شهر كانون الأول الماضي بحسب الأمم المتحدة الأمم المتحدة قالت أن عمليات النظام السوري العدائية مستمرة على معظم أرجاء مدينتي إدلب وحلب ووصفت الضربات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية الأساسية مثل المرافق الطبية والمدارس بالأعمال الشنيعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية الإنسانية وطالبت بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي نزحت من إدلب وحلب إلا أنه لا يزال ملايين المدنيين محاصرين في تلك المناطق ويواجهون ظروف الشتاء القاسية بحسب ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أن الوضع الإنساني المأساوي في إدلب واحد من أكبر الكوارث الإنسانية منذ بداية الأزمة في سوريا وفي الوقت الذي تستمر موجات النزوح يواصل النظام السوري مدعوما بغطاء جوي الروسي هجومه وقصفه على رفي إدلب وحلب إذ قصفت بالمدفعية الثقيلة مخيمات سرمدة على الحدود مع تركيا بريف إدلب وسط تفاقم معاناة اللاجئين وعز المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات والمواد اللازمة لهم لا سيما مع استمرار المنخفض الجوي الذي يجتاح البلاد منذ عدة أيام خاطم بالخيمة وما عنده مواد تدفعها وزادت عليه التلج يعني كان يروح يقطع حطب هلأ ما فينه لا في بيرين لا في حطب لا في مازوط ارتفاع أسعار المحروقات كمان هذا الشيء كلنا معاناة عبد الزيد عن النازحين القاطين في الخيام في المقابل أكدت المعارضة السورية أنها شنت هجوما معاكسا على قوات النظام وقتلت عددا من عناصرها فضلا عن إفشال العديد من المحاولات التي يشنها النظام السوري والميليشيات للتقدم باتجاه السيطرة على تلك المناطق وإسقاط المعارضة مروحية تابعة للنظام في ريف حلب الغربي ومقتل طاقمها ليتأكد بذلك إسقاط المروحية الثانية خلال أسبوع وفي ظل الخروقات الواسعة من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية المدعومين بالإسناد الجوي الروسي يتواصل تدفق الأرتال العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا من أجل تعزيز النقاط العسكرية والمواقع المنتشرة في إدلب